مضى الصيف، ومضت معه الموجة الحارة الرهيبة التي ضربت البلاد، وكانت في أشدها هذا العام، لكن هذا الصيف ودرجات الحرارة العالية لم تمضي مرور الكرام، بل خلفت العديد من الآثار البيئية الضارة، ولم يسلم نهر الأمازون من ذلك الجفاف، والذي ما زال موجوداً حتى الآن ولم ينتهي بانتهاء فصل الصيف. فموجة الجفاف الحادة التي ضربت منطقة الأمازون في البرازيل، أدت إلى انحسار المياه لمستويات منخفضة جداً في الأنهار، ووصلت إلى ما لم تصل إليه من مستوى من قبل، لكن عند انخفاض منسوبه بهذا الشكل، كشف مفاجأة من نوع خاص أزهلت الباحثين. فبعد انخفاض مستويات الأنهار في منطقة الأمازون، فوجئ العلماء بعشرات من النقوش الأثرية على سطح السخور، ولم تكن مجرد سخور عادية، وإنما تضمنت رسومات بشرية يعود تاريخها إلى ألفي عام مضات. ووفقاً للباحثين، فإن الكشف عن النقوش على ضفاف نهر نيجرو كان بسبب وصول مستوى مياه النهر خلال الأسبوع الماضي إلى أقل مستوياتها، وذلك منذ حوالي 121 عاماً. رغم ما يتعرض له هذا النهر من جفاف، لكن الكشف الذي أسفر عنه الجفاف أسعد الكثير من العلماء والسكان المحليين، حيث أن ذلك سوف يمكنهم من دراسة السكان الأوائل لتلك المنطقة. لكن العلماء شعروا أيضاً بالقلق نتيجة تأثير انخفاض مياه الأنهار المتسارع بهذا الشكل، وتخوفوا من تأثير ذلك على سير الحياة في المنطقة المحيطة. وتساءل العلماء ما الذي يمكن أن يحدث في أقل من 50 عاماً؟ إذا كانت هذه فقط البداية، وهل ستجف الأنهار الموجودة في منطقة الأمازون تماماً؟ ما زالت البرازيل، رغم كوننا انتقلنا إلى فصل الخريف، تعاني من موجة الجفاف الشديدة، والتي تؤثر على انتقال سكان المناطق المحيطة بالأنهار والقرى المجاورة لها. فهم يعتمدون في تنقلاتهم وتوفير احتياجاتهم على هذه الأنهار، حيث ارتفعت درجات الحرارة الشديدة إلى مستوى وصل إلى 7 درجات أعلى من معدلاتها السابقة، وأثر ذلك على نفوق آلاف الأسماك. وأصبحت الدلافين مهددة بالانقراض في منطقة الأمازون، ما تسبب في زيادة الأوضاع سوءاً ما تعرضت له البلاد هذا الصيف، مما يسمى ظاهرة النينو التي تجتاح المحيط الهادئ. تلك الظاهرة كانت إحدى الأسباب التي تقف وراء الخلل في المناخ، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية. وحذر الكثير من العلماء المختصين قبل حلول الصيف من تفاقم ظاهرة النينو، والتي يقصد بها لارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وأنها من الممكن أن تؤدي إلى احتراق الغابات. كما حدث ذلك الصيف في عدة دول من دول العالم، مثل أستراليا وإيطاليا واليونان، فعانوا من درجات الحرارة واحتراق الغابات وجفاف الأنهار.